هاي يلعبوا غصبا عن الاتحاد انا فاهم انا عاد يعني هو لو ايدي اللعيبة هيلعبوا غصبا عن الاتحاد لان مفيش الليحة بتقر انه نوقف اللعيبة بسبب عدم ده وصلت وصلت انا معاك وعارف الكلام ده بس احنا دلوقتي انا ما بعدتش الفلوس زي ما انت بتقول كده واللعيبة تأيدت صح لا هي كان لازم يكون لها موقف غير ده هل نادي الزمالك بعد ما اللعيبة لعبت ان هو هيكل الفلوس ده على اتحاد الكرة هو مش فيه السنة الجاية وفي السنة اللي بعدها فيه وفي الصيف وفي الشتة وفي الكلام دوت مش فيه تأييد صيفي وتأييد شتوي وانتقالات وكلام ده انا بس صحبان على هيل 3 لعيبة اهو اللعيبة هتلعب هتلعب فيه هتلعب اسمع الكلام هو بص اسمع هي زوبعة على مسؤوليتك انا معلي وانا هتبص انت بتقول اللعيبة هتلعب ايوة هتلعب ازاي باللوايح والقوانين تلعب ايه هي اللوايح وقوانين مش هم تقول لي تسجلوا تسجلوا فيه مش هم تقول لي بتقول اهو لا النادي زماليك نسجله مع الساستن لكن لا تقبلوا لكن لا تقبلوا ولا تقيدوا فيه تلات مراحل في التأيين مرحلة النادي تسجيل بعد كده مرحلة الكبول ومرحلة اللي هي القيط هم داخلين الجنة في قبول طب هعمل ليه ما هوقه اجراءات الروتينية كافة اجراءات الساستن هي هبص هم عنده في حاجة ومش هطلعوا قده اسمع الكلام وهيرجعوا في كلامه والعيبها تتأيد وهيلعبوا وبكرة تقول وبعد كده أنا بقولك اهوه ولو ما حصلش الكلام دوت ما جيش عاده قدامه أنا بس الـ هل تقدر لا اسمع بس سأنا بس هل تقدر تشوف دوري من غير أهل وزمالي لا طبعا بس خلاص أنا بس اللي عايز الشفافية بجد بقى وريني 17 نادي الدفع بس هو ده اللي أنا بقوله مش الـ 17 نادي دي ساوه لا الناس اللي هي عليها قلق لا الـ 17 ساوه لا ما فيه عندية اطلع بقى قول قادي 17 هم ساوه معادة الزمالي بس مش بكلام مش أنا عبتلك الكلام ده ليه بقى